أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفضي على أن مجموعة ميونخ عملت جاهدة لإبقاء ضوء مسلطا على القضية الفلسطينية وأشار الصفضي إلى أن الحل الشامل والعادل هو خيار استراتيجي للمنطقة العربية كما دعا إلى تهديئة كخطوة نحو تحقيق السلام العادل والشامل نريد السلام نعمل من أجل السلام سنستمر في العمل من أجل السلام السلام الذي نريده يجب أن يلبي حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويجب أيضا أن يلبي حقوق الإسرائيليين ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون حياة آمنة ولأيضا تتعاون المنطقة على مواجهة تحديات كبيرة تواجهنا جميعا من تحديات بيئية إلى إيجاد النمو الاقتصادي إلى إيجاد فرص العمل إلى معالجة قضايا الطاقة والمياه وغيرها من هذه القضايا اليوم ثمت اعتداء يجب أن يتوقف ثمت عنف يجب أن ينتهي وفيما شهدناه يجب أن يكون سبب لأن يتحرك الجميع من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة